السلام عليكم شخصية ساكفوة أخيراً نزلت في لعبة تاورو فانتيزي الشخصية التي ينتظرها الكثير منكم في هذا فيديو سوف أشرح كل شيء عن الشخصية طريقة لعبها وكل شيء تحتاج معرفته وأسرار ممكن لم تكن تعرفها عن الشخصية وأيضاً هل يجب أن تحصل عليها أو تنتظر لن وكل شيء تحتاج معرفته عن النجوم وهذه الأمور من الآخر كل شيء سوف تحتاجها قبل أن نبدأ إذا تريد شراء عمل التاورو فانتيزي أو جنشين إمباكت بسعر أرخص من اللعبة نفسها وبخصومات أسطورية فمجر تويلف هو أفضل مجر بالنسبة لك أيضاً عندما تشتري يمكنك أن تستعمل كود الخصم السيورك لكي تحصل على خصم أكثر وبهذا سوف تشتري بسعر أرخص بكثير من اللعبة ومع طرق دفع مناسبة للعرب أمهم بدون يطاطف الكلام لنشرح شخصية ساكيفوة ساكيفوة هي شخصية من شخصيات التانكز في لعبة تاورو فانتيزي تلعب هذه الشخصية لكي تكسر دروع الأعداء وأيضاً لأنها عندها الفروسترزيننس التي تقوي شخصيات الثلجية الأخرى كما أنها تملك دامج من عالم آخر وهي تقريباً أقوى شخصية تقوم بدمج في اللعبة إلى الآن حتى أفضل من روبي التي نزلت قبلها وهذه الشخصية ربما تكون أكثر شخصية معقدة بين الشخصيات الأخرى الموجودة وفيها ميكانيكس أكثر من الشخصيات الأخرى أول شيء رريد أن نشرحها هو أن الشخصية تختلف إذا كانت عندك الأتاك رزيننس أو الفورتيتود رزيننس إذا كنت تلعب كشخصية أتاك سوف تكون عندك قدرات معينة وإذا كنت تلعب بشخصية التانكس يعني عندك اثنين تانكس في التيم وليس اثنين أتاك في التيم سوف تصبح فورتيتود كما ترون تتغير قدرات شخصية ساكيفوة الآن هل ساكيفوة تستهل أنك تحصل عليها؟ إذا أنت شخص يملك شخصية فريك أو شخصية سوباسة أو أي شخصية ثلجية أخرى شخصية ساكيفوة ليست فقط قوية بل هي المتال أقوى في اللعبة إلى الآن وهي شخصية لازم تجيبها كما لو رأيتم فيديو أقوى شخصية تاورو فانتيزي الذي نزلته ساكيفوة الأفضل في التانكس الأفضل في الدامج الأفضل في كل شيء إلى الآن الشرط الوحيد هو إذا أنت لا تملك شخصية ثلجية ولا سمهتم بالثلج أو إذا أنت لا تملك شخصية تانكس أيضا يعني إذا أنت تملك شخصية ثلجية فأوكي يجب أن تحصل عليها أم إذا أنت لا تملك شخصية ثلجية ولا تملك تانكس أيضا لن تحتاج لي ساكي وكركا أن تقوم بالتسييف إلى شخصية لن سوف أتكلم بالنسبة إلى النجوم الخاصة بساكي كم إذا أنت تريد أن تحصل على ساكي و لن معا كم نجمة تحتاج لكن سأتكلم عن هذا بعد قليل المهم ساكي أحد أفضل شخصية اللعبة هي الآن أفضل شخصية في اللعبة لكن بعدها سوف تنزل شخصية أخرى المهم ساكي يجب أن تحصل عليها الآن إذا نتكلم عن الضربات الخاصة بها فهي شخصية بإنميشن رائعة جدا وأيضا هذه الضربات قوية جدا في كسر الدروب الشخصية أقوى شخصية في كسر الدروب تمحي الدروب بالكامل خاصة مع قدرتها الأولى هي القدرة العادية التي تقوم بتقريبا مسح أي دراء أمامها وتقوم بدمج عالي عالي جدا جدا أيضا بثلاثين ثانية كولداون لكن يتغير الأمر إذا أنت في حالة التانكس إذا أنت تملك اثنين تانكس في التيم عندها قدرة ساكيف وسوف تتغير من أن تقوم بذلك الدمج كبير إذا أن تقوم بهذا الحائط أو هذا الدرع الذي تقوم بتشرج له ثم تقوم بسلاش قوية جدا هذه السلاش سوف تزيد من دفاعاتك كتانك وسوف تقويك كثيرا وتعطيك شيلد وأيضا تعيد لك الهيلث وتهيلك من الآخر قدرة قوية لكي تعيد لهيلث خاص بك إذا أنت شخصية تانك وإذا أنت عندك شخصيتين تانك لكن الآن لنعود إلى شخصية الأتاك وبعدها نتكلم عن التانكس بالنسبة لقدرتها فهي تقوم بـ 400% دامج من الأتاك خاصتها مع 840 إذا كانت هي أتاكر أما القدرة الأخرى السايلنت فلو تقوم بتاونت للأعداء وتزيد في الـ HP وتقوم بهيل وأيضا دامج كبير إذا كنت في حالة التانك سوف تكون في السايلنت فلو لكي تضرب هذه الضربة وأيضا تصبح عندك دفاعات أفضل وإذا كنت في حالة الأتاك سوف تصبح في الإكسايتد فلو والتي تجعلك تقوم بـ دامج أكثر وتقوم بتلك الداش وهذه الأمور والإكسايتد فلو تزيدك 45% فروست أتاك في أول ضربة تضربها وأيضا تقوم بإعادة الـ HP وتهيلك بـ 57% من الدامج الذي تقوم به الآن السايلنت فلو سوف تعطيك شيلد ودمج أيضا الآن بالنسبة للدسشارج الخاصة بشخصية ساكي سوف توزيل كل ديبوف عندك إذا كان بويزن أو أي شيء يوقس لهات خاصتك أو يقوم بـ slow لك وتقوم بداعش للي ضدك وتقوم بـ combo قوي جدا يقوم بدمج عالي وعالي جدا الشخصية قوية جدا وعندها دامج عالي وعالي جدا مع أنميشن ممتازة هناك شيء واحد مهم ومهم جدا الكثير يقول إذا تريد أن تحصل على ساكي يجب أن تحصل على النجمة الأولى الخاصة بها فهل هذا صحيح أو لا سوف أجيبكم الآن أولا أنا أملك الشخصية بأول نجمة ولكي أشرحها بشكل بسيط ترون هنا عندك ستاكس كلما قمت بضرب ضربة سوف يزيد إلى أن يصل إلى خمسة إذا ضربت ضربة أو أي ability وهو يصل إلى خمسة بعد الأربعة سوف تقوم بـ refresh للكولداون خاصتها يعني يمكنك أن تستعملها مرتين وراء بعضها كما لا أيتم الآن يمكنك أن تستعملها مع أي سلاح آخر ليس فقط سلاح ساكي وسوف يقوم بفقط إعادة الكولداون لكل سلاح عندك فهي قوية جدا لكي تزيدك في الدمج بشكل كبير بصراحة لكن هناك من يقول أن ساكي لن تكون جيدة جدا بدونها فالحقيقة لا إذا حصلت عليها بدون أي نجمة سوف تكون الشخصية وممتازة جدا لكن نجمة واحدة لساكي ستكون خيار ممتاز لك الآن قبل أن أسرح النجوم الباقية الكثير يقول هل أحصل على مثلا ثلاثة نجوم لساكي وأقوم بسكيب للين أو أحصل على نجمة واحدة لساكي وأحصل على نسخة واحدة من لين الإجابة بكل بساطة أحصل على نجمة واحدة من ساكي وانتظر شخصية لين لأن شخصية لين ممتازة كسابورت وسوف تساعدك في التيمز الأخرى وهي سوف تكون تعود وتأخذ لقب أفضل شخصية في اللعبة لذلك على الأقل أحصل على نسخة من لين واحدة لكن ساكي حاول أن تحصل على نسخة وأيضا النجمة الأولى الآن لنتكلم عن النجوم وأول نجمة كما قلت شرحتها قبل قليل النجمة الثانية سوف تعطيك أتاك النجمة الثالثة سوف تعطيك دامج كبير وكبير جدا 900% من الأتاك خاصتك السار الرابعة سوف تزيدك في الـ HP السار الخامسة سوف تعطيك فانتاجية مجزانية عندما تستعمل قدرتك وهكذا سوف تحصل على أكثر من Ultimate بشكل سهل والسار السادسة للحيدان توقص دامج الأعداء تزيد من الفرس تدامج بشكل كبير جدا من الآخر هذه القدرة من الآخر السي سيكس خاصتها ممتازة وقاوية جدا لكن كما قلت نجمة واحدة سوف يكون كافية لكي تصبح عندك أحد أقوى شخصيات أو أقوى سكيف وتريدها الآن ننتكلم عن أفضل تيمز لساكيفو أفضل تيم بالنسبة للـ Excited Flow أو تيم الأتاك الذي أستعمله وأنا هو تيم شخصية ساكي شخصية فريق وأيضا شخصية سباسة سباسة سوف تقوم بباف لك فريق سوف تعطيك الإيميونيتي وأيضا تقويك خاصة بالـ Awakening Treat خاصتها وتعطيك دامج عالي لكن الشي الجيد أنه بما أن فريق أيضا تملك Frost Resonance يمكنك أن تغير فريق بشخصية أخرى تريدها ربما تريد أن تستعمل سمير أو أي شخصية أخرى لكن فريق سوف تكون أفضل شخصية تريدها في هذا التيم الخاص بالـ Excited يمكنك أن تغير تسوباسة بشخصية لن إذا تريد أن تحصل عليها مستقبلا لكن يجب أن تكون فريق معها لكي تحصل على Resonance الآن بالنسبة للـ Silent Flow أو تيم التانكات أفضل تيم سوف يكون شخصية ساكي مع مير وأيضا شخصية نيميسس أو شخصية تسوباسة نيميسس سوف تكون أفضل خيار بصلاحة نيميسس سوف تعطيك الهيلينج وأيضا الدامج معه أيضا كالتانك لن تموت من الآخر القوة التانكينيس عند ميرل مع قوة التانكينيس عنده ساكي سوف تجعلك شخصي لا يموت وسوف الجميع سوف يحبك في الـ Joint Operation ضعف الحزبان أنه يمكنكم أن تضعوا أي شخصية هنا غير شخصية نيميسس اختر أي شخصية تريد كلوديا لكي تزيد في السرعة الخاصة بالـ Charged تريد أي شخصية أخرى يمكنك استعمالها لكن كما قلت أفضل تيم هو هذا بالنسبة للميتريسيس إذا كنت تستعمل هذا التيم الخاص بالـ Attack أو التيم اللي هو الـ Excited يمكنك أن تعطي شخصية ساكي أما اللي هي الأرتفاكت خاصتها أو تعطيها توبيس شيرو وتوبيس سامير وإذا لا تملك أي SSR ميتريكس يمكنك تعطيها سوبك إلى أن تحصل على ميتريسيس إذا كنت في حالة التانك يمكنك أن تعطيها الأيكو ميتريسيس كSR ميتريسيس أو كما قلت نفس الـ SSR ميتريسيس الأخرى التي تكلمت عنها أخيرا بالنسبة للـ Semulacrum Trades أنصحك بأن لا تستعملها إذا أنت شخص عندك فريك أعطيها السمي اللاكرامر خاص بفريك إلا إذا كنت تستعمل التانك إذا أنت شخص سوف يكون يلعب بتانك أو سوف تضعها مع ميرل وليس فريك حاول أن تحصل عليها لأنها سوف تعطيك Elemental Resonance كبيرة المهم هذا كان فيديو اليوم شكرا للمشاهدة لتساني لكم الاشتراك وأيضا إذا كنت تريد أن تحصل على السكيف ولا تملك الوقت يمكنك التدابي لمرجرتويل ونستعمل الكود الخاص بستيورك شكرا لكم على المشاهدة والدعم في الفيديوهات الفارطة أيضا لا تنسوا الانضمام إلى كرو ريكوييم في لعبة دورو فانتيزي لنكي نلعب معا في نفس الكرو سلام عليكم